يجي بلومبرج تقولك إيه؟ إن حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أخفقت في اتفاقها يوم الأحد على مقاطعة النفط الروسي لكنها ستواصل المفاوضات ده كلام حلو بقى هو لازم يكون في مفاوضات لازم العالم الغربي يجلس مع القلعة الشرقية موسكو لازم نعود على الترابيزة ولازم نتفق ليه لازم؟ لأنه الإنسانية لا تحتمل أكثر من ذلك أنتو يا جماعة محتاجين منه طاقة خلاص نشوف هو عاوز إيه؟ نعملهله أنتو هو محتاج منكو إيه؟ نشوف يعمل مفاوضة نعود على الترابيزة الحلول العسكرية مش هتؤدي لحاجة خلاص لم نتجنب ده ولا منتجنب ده هنفضل طول الوقت وقعين في الأزمة هنفضل طول الوقت عندنا أزمة غزاء هنفضل طول الوقت عندنا أزمة في مستلزمات الصناعة ده في العالم الأزمة دي مش متعلقة بمصر إوعى تفتكر أن أزمة مستلزمات الانتاج على مصر بس لا على العالم على 194 دولة الأعضاء في الأمم المتحدة وأكتر اللي مش أعضاء أزمة الغزاء على العالم مش على مصر بس ده بالمناسبة هو لوما ك... أقول تاني لو أنت ما كنتش عندك اقتصاد فعلا قوي وفعلا بينمو بقوة وفعلا بتاخد سياسات اقتصادية ونقدية ومالية عليها الإيمة والله ما كان عد علينا شهرين والله والله العظيم ما كان عد علينا شهرين أقول لك أنا هبعت السؤال ده للمحترم المتعلم القيمة الدكتور محمود محيدين خد بالك الدكتور محمود محيدين هو واحد من أهم الخبر الاقتصادين في الدنيا في الدنيا يا دكتور محمود يا ربا بس يكون سمعني أو حد يوصلها دينا صديق مشترك أشرف يا دكتور محمود هوحنا لو ما كناش خدنا كل هذه السياسات والإجراءات كان هيعدي علينا كم شهر يا فندم لو ما كناش زودنا المساحة المزروعة بالأمح والعملنا صوامع ولو ما كناش عملنا منتد شرق المتوسط وبقى عندنا غاز كنا هنقدر نفضل وقفين كم شهر يا فندم أنا يا فندم في تأديري البسيط شهرين صححني لأونا غلطة